أزمة كبيرة تانية كانت بين النهضة والرئيس التونسي ومعه أحزاب علمانية ويسارية في الناحة التانية هي أزمة تشكيل المحكمة الدستورية لأن تونس حالياً بدون محكمة دستورية الأزمة دي سببها أن الخلافات لما كترت بن قيس بن سعيد والبرلمان وراشد الغنوسي وكل طرف منهم كان بيلجأ للدستور التونسي في تفسير صلاحياته كان لابد من وجود طرف قانوني محايد للفصل في الصلاحيات واختلاف تفسيرها في كل دول العالم الطرف ده هو المحكمة الدستورية العليا وهنا لازم نفهم أن الأحداث اللي حصلت اليومين دول بتقول أن قيس بن سعيد كان صاحب مصلحة في عدم تشكيل المحكمة الدستورية العليا عشان ما يبقاش في طرف مرجعي يحدد المقصود بالأمور الدستورية ويفصل في الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان وكان واضح من بدري أن قيس بن سعيد بيستغل كونه واستزل القانون الدستوري في الجامعة في أنه يفرط قراءته هو أو تفسيره هو للمواد الدستورية زي ما بيحصل اليومين دول بخصوص المادة 80 من الدستور اللي على أساسها عمل الإجراءات الأخيرة من المواقف اللي قسم بن سعيد فارط فيها تفسيره لمواد الدستور التونسي لما شامل مشيش الرئيس الوزراء عمل تعديل وزاري ورفض بن سعيد يعتمده واستند في ده لفهم هو لبعض المواد الدستورية ويمكن يكون حرص قسم بن سعيد على تأخير تشكيل المحكمة الدستورية العليا لأنه كان ناوي على شر ومخطط للانخلاب ومش عاوز المحكمة الدستورية العليا تكون موجودة لأن المحكمة دي من اختصاصها أنها تبت في عزل رئيس الجمهورية وتفصل بين صلاحياته وبين صلاحيات الحكومة عشان كده لما البرلمان التونسي قدم لقسم بن سعيد مشروع قانون لتشكيل المحكمة الدستورية العليا رفضوا بشدة وتحجج بأن القانون محتاج تعديل وأن الفترة الزمنية اللي حددها الدستور لتشكيل المحكمة خلصت فخيل أنت؟ أستاذ قانون دستوري عاوز البلد تمشي من غير محكمة دستورية لمجرد أنه خايف أن المحكمة والبرلمان والحكومة يتفقوا على عزله في أي وقت